كمان شركة ميتا العالمية أعلنت عن إتاحة أداية جديدة بتسمح لأي شخص في الولايات المتحدة إنشاء إصدارات زكاء إصطناعي لنفسه على الانستجرام أو على اليوتيوب طبعا فكرة مهمة لأن المبدعين وأصحاب الأعمال يقدرون هم يستخدموا هذه النسخ للحديث مع متابعيهم نيابة عنهم وده بيفتح مجال جديد للتفاعل من خلال سلاسل الدردشة والرد على التعليقات عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع هنعرفها دلوقتي من المهندس إسلام غانم المتخصص في أمان المعلومات واللي معنا دلوقتي على التليفون صباح الخير عليك يا فن صباح الدول يا فندم صباح الخير بعد سيدنا مشاهدين يا أهلا بحضرتك فهمنا أكتر عن هذه التقنية وهذه الأداة طبعا زي ما حضرتك قلت هي تقنية الغدف منها إخلق نوع من أنواع الإبداع الفكري أو الإبداع التصويري أن يبقى فيه بين خلال الزكاة الصناعية إنشاء صور للأشخاص أو للمنتجات حتى بتعمل نوع من أنواع كأنه زي وكيل إعلاني متخصص الرد على أي سفار بيتم من خلال برامج أو منتجات شركة ميتا يعني أصبح دلوقتي فيه إمكانية إنه يعمل زي والبنمج زكاة الصناعية زغيرة كده عليه صورة بسيطة مبتكرة من خلال الزكاة الصناعية بترد على الإفسارات التي تيجي لأي شخص أو الدردشة اللي بتتم من خلال منتجات شركة ميتا طب إزاي أعرف إن ده أمان إن ده الشخص نفسه هو اللي بيرد عليه ما هو دي مش ممكن تدخل مجالات للغش للتلاعب يعني دايما نحن بنخاف في تطبيقات التكنولوجيا كده في مراحلها الأولى ونقول يا ترى إيه اللي ممكن يحصل من وراها أو إيه الهدف لا هو الهدف اللي تخلي إمكانيه توسيع قاعدة الردود السريعة لأن الناس الأكاونتات اللي عندها عدد كبير من المتابعين ويبقى فيه سلسارات كتير بريحقش يرد عليها في شكل سريع وبيطر يعملها قيو أو بيعملها طابور الخدمة اللي عملوها ديت عشان خاطر ما يبقاش في طابور باللي أنا زكوته من شواء فنظرية إن هي تتخذ من نحية هل هي ممكن تدر أو أي حاجة ممكن تستغطر استغطام سيء أو استغطام جيد لكن الاختراع الأصلي للفكرة ديت كان ناتج عن الحسابات الكبيرة جدا اللي أمراكا ما كانت فيها روز سرعة الاستجابة لأي استخدار عليها فلما قاموا باختراع النقطة ديت عشان المعارض جدي بزيز لكن ما فيش عليها ضوابط يا بش مهندس حتى الآن طيب يعني أنا دلوقتي مثلا وليكن متخصص في مجال معين فيه أعتقد أنه التطبيقات دي موجودة من فترة هل دي مختلفة أنه مثلا ياخد صورتي أو ياخد فيديو لي مثلا قصير جدا وأنا بتكلم عشان يشوف نبرة الصوت وطريقة الكلام ويسجلها عنده ويبتدي بقى يتعامل مع المتابعين هل دي مختلفة أو دي حاجة جديدة يعني برا شركة ميتة زي ما ذكرنا في أول الموضوع لا هي فعلا موجودة من زمان في برامج متخصصة أعتقد أن الناس كتير كانت بتقابلها بمجرد ما دخلوا صورتي بيدور على مثلا أو صورة الشخص يدور على كل صورة اللي نزل على الانترنت ويبعث له لينكات الخصابية طب ده تبقى قايمة على إيه كفكرة ده تبقى قايمة على حاجة اسمها البحث العميق الديب سيرش مختلفة عن الديب سيرش العادي بتاع اللي نستجبه على محركات البحث العادية زي جوجل وكلام ده فالديب سيرش ده بقايم على تحليل أعمق بكتير عايز أقول لمثلا حضرك أنه هو بيجيب لك أول صورة أنت نزلتها على الانترنت لغاية اللحظة الحالية وبيراهي كمان في طرقات السن يعني مش بيجيب لك الصور الحديثة لك بيجيب لك حتى لو صورت الشخص دوت وهو تفرز وهاية كان بيبدأ ينزل الصور بتطلع لك المتائج البحث ده فالفكر الخدمة موجودة بشكل أعلى منها خلال البرامج المتخصصة ده والخدمة البحث العميق دي أصلا موجودة من ساعة كما نزل فكرة الديب بانترنت أو الانترنت العميق طيب يا بش مهندس برضو أنا هرجع تاني للمخاطر في الاستخدامات إزاي أتفاديها وإزاي أتأكد أن أنا محدش واخد بياناتي الشخصية إزاي أنا أتأكد أن أنا بتكلم مع المصدر السليم في مثلا في حلقات النقاش في الشاعة اللي بيتفتح مع عدد من الجهات أو الأفراد هو يعني من خلال الكتابة والفن والردود اللي جاية منه ممكن الشخص بيكتشف أن ده وبالذات يعني لما ميجي تتكلم بسهدام اللغة العربية واللغة العمية المصري ده أكتر وسيلة ممكن أعرف بها للشخص القدام منه ده فعلا أنه هو ذكاء الصناعي أو منذوب في الرد ذكاء الصناعي ولا شخص طبيعي الضرر أولا في جميع الأحوال يعني معظمنا بيستخدم السوشيال ميديا كأنه حاجة خاصة به من جزء من حياته بينما كلنا لما عملنا الأكاونتات على السوشيال ميديا إحنا بنعملها بطريقة مجانية فمازال عندنا مشكلة أن كل حاجة بنرميها على السوشيال ميديا عشان تساعدنا على إنجاز الوقت أو تساعدنا على التواصل بسرعة بس لما الحسابات دي تحصل لها مشاكل أو فقد أو سرقة بيندى من لو كان عامل الموضوع ده فمعندي لش طريقة نصيف 100% تكتشفي قدام منك غيوم حقيقي ولا معمود بالذكاء الصناعي إلا من خلال الفنيات الخلال الرب في الدردشة أو في المحافة طب ده إحنا بنتكلم يا فندم عن إنه يكون فيه شخص حقيقي مثلا ونعمل يستخدم هذه التقنيات أو هذه الأداة فما بالك إنه يقوموا بتخليق شخص أصلا شخصية لا وجود لها في الواقع ويكون مثلا يتكلم في محتوى معين يتكلم في محتوى طبي أو يتكلم في ترويج لحاجة معين وهو مش موجود أصلا الزبط كده يعني من الزمان فعلا كنا بنراحظ أن منشورة تنزل على سوشري ميديا يقول لك شايف هذه الوجوه الوجوه دي مش موجودة في الواقع دي تم اختكارها بخلال الذكاء الصناعي وذلوقتي الخطوة دي تمينت إنه مبقيتش صورة وبس بقت ممكن تمان تبقى صورة وتبقى بتحرك قدام الشخص دي ده تطور طبيعي للذكاء الصناعي لإن لإن الزكاء الصناعي كان يعني في الفترة الجاية هنلاقي برامج أعمق بكتير لإن الأبحاث حاليا في الزكاء الصناعي أو تنفس الإنسان في مجال الحاوص الخامسة دي التزوق والسمع يعني هنلاقي تطبيقات ممكن تطبيقات مثلا من خلال الناس لأن الناس دولي احتاجاتها الخاصة فاعة الصم ويبوكم هم بيحركوا شفايفهم والتطبيق دوت بيقدر يستوعب هو كان قصد يقول إيه ويحوله النص أو يحوله الكلام هو فيه أراء من متخصصين يا باش مهندس إسلام بتقول إن الزكاء الاصطناعي فضله حاجة واحدة بس إن هو إزاي نقلوله الإحساس أو المشاعر هل إحنا وقفين فعلا عند المرحلة دي ويوم ما تتوجد هتبقى فيه مشكلة؟ لا وأنا يعني هو فعلا الآراء دي فعلا زي ما قلت من شوية هي حاليا الخواص الخامسة بما فيهم الإحساس والإدراك من نسبة لها يبقى فيها مشكلة لا هو كل حاجة إحنا للبداية اللي أنا أحترس وانا بيستخدم الخدمة أي إن كان بقى الخدمة دي جديدة بالنسبة لأ لأن في الأول في الآخر الزكاء الاصطناعي يدعم لنا علشان يساعد البشرين مش عشان الخطر يعقبها أو يقلل لها فرصة الوظائف أو المهن بتاعتها فإحنا لما نبصر الزكاء الاصطناعي اللي هو منافس لنا ككومبيتيشن يعني فأي حاجة أكيد هو هتفوق لأنه يختبئ على داتا بيزة الملاقة وعلى نظام برمجة حديث وعلى عدم وجود مشاعر إنه الشخص مش في المودة الطبيعية مش مبسوط أو متضايق فبالتالي تركيزه في الشغل مش عادي إحنا نبصرها دايما من نظرية التكامل عم استوى أي مهنة بأننا مثلا وطرق الاستخدام كمان يعني هي دي القضية إزاي يستخدم لأنه سلاحظوا حدين الحقيقة التكنولوجيا سلاحظوا حدين يا إما تستخدم بالإيجابي يا إما ممكن تطوعها سلبي هو حتى كمان يعني النقطة زيبت فيها تفاصيل أكتر لأنه ممكن برامج الشيات الجديدة المتقص دي بيستخدموها الناس في حل مثلا المشاكل البرمجية أو بحل المعادلات الرياضية للطلبة مضبط ريغة الموشة بيقتل الفكر الإبداعي لأنه يجعل الشخص يعتمد على النتيجة التي جاء منه ولم يفكر في حل هذه المشكلة فاستخدامه أنا حواجة ناصر الشخصية بحليه محدود على أقل نطق ممكن لأن حتى استخدامه كده يكون بالإذن الذي يشاهده هو بيصرع لحياة أو بيصرع لنتيجة أو بيصرع لموقف لكن في الصيد الأخر هو بيقتل الإبداع فالفكرة إنه كنت بعمل كل حاجة دي عن طريق التفكير بدماغي منفصلة تمام نمنشكر حضرتك شكر كبير المهندس إسلام غانم المتخصص في أمن المعلومات